بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الدكتور أحمد عطياد دهشان ودي قناتكم قناة الدكتور أحمد عطياد دهشان النهاردة جماعة جايين نتكلم معاكم بشكل مختصر عن علاج السمنة يا جماعة الكلام اللي هنقول لكم ده يتحطي على طبق من دهب بس عشان انتو ناس دهب مدينكم برضو المعلومات الدهب اللي تقدر تستفيد بها على الأرض الواقع مش تخش في فيديو يدخلك زي ما دخلت من الفيديو وتطلع منه مرة تانية لا احنا جايين نتديك علاج السمنة بشكل كامل هنعرفك كل المعلومات اللي كل الأطباء بيبقى المعلومات دي لازم تكون موجودة عندهم علشان يعرفوا يتعاملوا مع الحالة النهاردة لين احنا وجدنا نصبين كتير وخصوصا في مواضيعها السمنة وخصوصا في موضوع السمنة والنحافة يعني تيجي تخش كده على اليوتيوب اكتب هتلاقي ملايين الفيديوهات اللي بتتكلم عن هذا الأمر وهتلاقي متخصصين يتكلموا عن هذا الأمر بشكل خاطئ عشان كده قررنا ان احنا نديكم المعلومات اللي احنا تعلمناها مش كلام عشوائي بتاخده من عندي انت مش عارف مصدر المعلومة وقد تكون خطر عليك في البداية خلونا بقى دلوقتي نروح نجيبي الورقة والقلم لو انت ما جبتش الورقة والقلم اضغط كده على زر وقف الفيديو وروحها تلورقة والقلم وتعالى لين احنا نديك معلومات كاملة عن علاج السمنة بس في البداية مين الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها بنتكلم عن الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها نتكلم عن الناس اللي عندها امراض مزمينة زي مرضى الضغط والسكر والقلب وتصلب الشرايين والناس اللي عندها امراض عضوية او الناس اللي عندها حمل زيادة على عطم والركب فجاء لها مشاكل في الاعظام المختلفة نتيجة هذا الحمل جاء لها امراض مختلفة يا جماعة لازموا بعرفين ان السمنة ديت حمل على جميع عضاء الجسم واي دكتور شاطر يجيله حالة عندها اي مشاكل معينة ويلاقيها دخينة يقول لها روح الدكتور التغذية وهو ماشي مع البرضام العلاجي مع نزول الوزن لانها استحالة تتعالج إلا لما تنزل وزنها والدكترة طبعا التجار بيعملوا ايه لا بيمشوا الحالة معاهم فترة معينة من الوقت بحيث لحد ما يستعمل كل الوسائل الغير مجدية معاها وياخد منها فلوس على قد ما يقدر من خلال الحؤن اللي بيدهالها في الركب ويطلب منها حاجات كتير وفي الاخر برضو بعد مثلا سنة تمشي معاه وفي الاخر ما تلاقيش ستة اي نتيجة فالدكتور يقول لها انت حالك الوحيد ان انت تنزلي في الوزن انا استعملت كل الطرق معاك انت حالك الوحيد ان انت تنزلي في الوزن طب ليه ما قلت لهاش من البداية ان هي الحالة الوحيد ان هي تنزلي في الوزن علشان كان هيستفيد استفادة كبيرة هيقدر ياخد فلوس كتير وبعد ما ياخد الفلوس ساعة هيقول لها حالك لو هيتنزلي في الوزن يا جماعة عايزين نوصي الفيديو ده لكل الناس علشان فيه ناس ماشية بقالها سنوات مع دكاتر تأزعم ناس ينباشية بقالها فترات طويلة مع دكاتر تقلب ناس ماشية بقالها فترات طويلة مع دكاتر مع الناس اللي عندها أمراض اللي عندها السكر والضاغط بالرغم ان احنا لو دينا احنا ننزل وزننا ونمشي على شوية نمط حياة صحي ونظام جزائي سليم تلقية ان نقدر نوصل للحياة اللي احنا عايزينها لو انت هتروح للدكتور مش هتستفيد من عنده ليه بتروح عنده احنا دلوقتي عايزين يلا عشان ما نخرجش بره الموضوع بتاعنا احنا يلا نتكلم بقى واحدة واحدة قلنا ايه من الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها مرضى الضغط والسكر والقلب وتصالب الشرايين والناس اللي عندها امراض في الاعظام المختلفة ليه علشان ده كل حمل على القلب والعظم واعضاء الجسم فالجسم فالجسم مش قادر يعني مش عارف يقد وظيفه بشكل صحيح لان هناك حمل عليه ده كده مين الفئات تاني حاجة تاني سؤال تاني احنا نعرف الوزن الصحي بتاعنا ازاي مهم جدا نعرف الموضوع ده عشان نقدر نقول انا بالفعل انا الوزن بتاعي مثالي ولا عندي زيادة في الوزن ولا عندي سمنة من الدرجة الاولى ولا التانية ولا التالتة يا جماعة في حاجة اسمها الباضي ماس اندكس اللي هو مؤشر كتل الجسم ده بنقسم الوزن على مربع الطول الناتك بتاعنا لو طلع من 18 ل 25 ده الوزن الصحي ما تخافش عن نفسك لو اكتر من كده من 25 ل 30 بنطلق عليها زيادة وزن لم تصل لمرحلة السمنة من 30 ل 35 سمنة من الدرجة الاولى من 35 ل 40 سمنة من الدرجة التالتة من الدرجة التانية من فوق الاربيين بتبقى سمنة مفرطة يبقى احنا كده واتكلمنا عن أقل من 18 ونص هنا حافة بس احنا دورنا دلوقتي بيتكلم من الناس اللي عندها سمنة يعني فوق التلاتين من 18 ونص 25 والناس اللي عندها زيادة في الوزن ده مؤشر انت فوق 25 تبدأ بقى تركز وتزبط نفسك عشان توصل لتحت طبعا هذه القاعدة لا تطلق على الناس لعيبة كمال الأجسام طبعا هيطلع يوزن نفسه هيلاقي نفسه وزنه ومعدي مؤشر الكتلة للجسم لانه عنده زيادة في الكتلة لحد هنا كده بقى كويس عرفنا ان احنا نقيم نفسينا عندنا زيادة في الوزن عندنا سمنة من الدرجة الأولى عندنا سمنة من الدرجة الثانية هنبقى محتاجين ان احنا نزبط نظام غذائي محسوب السعرات الحارية وبنأكد في كل النظام الغذائي الصحي هو النظام الغذائي المتوازن المتنوع المتكامل اللي بيحتوي على كافة العناصر الغذائية من الكربوهيدريت من الفات من البروتين من الفيتامين من المنرال من المي من الفايبر يعني فيه كل العناصر الغذائية اللي احنا محتاجينه مش يديك حاجة ونظام مش عارف ايه ويعمل تقنين بشكل كل الشي معين يا جماعة احنا محتاجين لكل حاجة جسمنا محتاج لكل حاجة بالنسب بتاعيه يبقى محتاجين ان احنا نحسر سعرات حرينيعمل نظام جزائي تمام عملنا النظام الغذائي بتاعنا اللي هو المحسوب السعرات تعالنا بقى نخش على النقطة اللي هي الناس يقول ايه الادوية التي احنا ممكن ناخدها الادوية التي احنا ممكن ناخدها ديالية بمالباشنط بيقلنا ليادها يقول لي من ضمن الاسئلة طبعا بłemعون کد طبعا ب meals اخد منه معلومات كاملة سن والوزن والطول والحالات الصحية وهل بياخد ادوية معينة وعنده ضغطة او سكر عنده مشاكل صحية معينة ايه سبب ان هو فقر ان هو ينزل في الوزن طب هو حاول ان هو ينزل في الوزن مرة تانية ما حاولش كل هدي المعلومات من جماعها بحيث ان هنا بقى عندنا صورة كاملة وبرضه من ضمن الاسلة لها بنسألهم بقى عشان نكتب الادواء اما نيجي نكتب روشيتة ليهم السؤال الاول ايه هي نوعية الاكل ايه هي نوعية الاكل بيأكل ايه بالزبط فبيقول لي لا انا بأكل من كل حاجة واكل منوع فقول له يعدد لي كده الحاجات اللي انت بتاكلها فبالفاع يعني بيأكل من كل الحاجات مثلا كربوهيدريت وفات بروتين فيتامين يعني بنقدر نقول ان هو الاكل بتاعه منوع بس عنده زيادة في الوزن النوعية اللي زي كده نقدر انه نديها حاجة اسمها الشيتوكال بس طبعا يا جماعة بننبه على نقطة يا جماعة الادوية 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 يعني عايزين نخلي بالنا كويس منها او ما نيجي نقول مسلا ولا يكون ادوية الدول واحده مش كافي احنا عمالفين كتاب اسمه اصرات تخصيص الحديث في الكتاب ده عبارة عن اربع عجلات كلها عجلا بتمثل لنا حاجة معينة في التخصيص فانحنا ما بتكلم الحياة النفسية المتفاعلة لها دور كبير جدا في الالاج الناس اللي بتعاني من العصبية الضغط للألأ التوتر كل الحاجات دي تلاها بتفرز هرمونات معينة في الجسم بتقلل من عملية الحر وتمثيل الغذائي وبالتالي ترسيب الدهون داخل الجسم يبقى احنا محتاجين نظبة الحياة النفسية بتاعتنا محتاجين لكن طبعا الرياضة الرياضة من اهسل الحاجات اللي انت ممكن تعملها اللي تحسن بها الحال النفسية اقول لها دكتور بس انا مش متعود انا قاعدة في البيت طول اليوم ده انا قاعدة في البيت طول اليوم اه ما بخرجش من برا البيت بس على قد عمل البيت وما بقدرش ان انا اطلع على المشاية جوه البيت مفيش مشاية في الجنينة اللي حوالين البيت طب مفيش جنينة نتمشى شوية يوميا حتى لو نص ساعة الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة ليها فواد كتيرة جدا بس اي حاجة بدون رياضة لازم نغيب بص يا جماعة قاعدة اساسية اذا اردت تحقيق شيء لم تحققه من قبل فعليك بتكوين شخصية لم تكونها من قبل اذا اردت تحقيق شيء لم تحققه من قبل فعليك بتكوين شخصية لم تكونها من قبل عايز تكون شخصية شخص فتنس كده وعضلات وقوة وطاقة وباور عالي يبقى انت لازم تمشي على نفس الخطوات اللي هو ماشي عليها عشان توصل لنفس النتائج لازم الرياضة الرياضة سم الرياضة سم الرياضة سم الرياضة سم الرياضة لو هنقعد كده من دلوقت الحد سنة قدام نقول الرياضة وفي الأخير عملت الرياضة فأنا كده جاه تفعيل المهمة بتاعتي عمله عشان مش نقرف بقى بعيد عن الموضوع يبقى اولنا الرياضة مع الرياضة حال نظابة الحال نفسية من خلالљنن احنا نلعب الرياضة يوميا حتى لو نصف ساعة تمشية شوية جاري لو انت بقى شوية تقدر ان انت تعمل شوية حاجات ايروبيكس رأس اعمل رقوسي في البيت يا شيخة رقوسي في البيت ويعمل كل اللي انت عايزاه مادمتي هننزل شوية سعرات حرية عن طريق الطاقة اللي انخرجها سواء كان في الرأس او الجاري او كده بس ما تعمليش كده قدام الناس احنا لا نحرض على الفسك والفجور يبقى احنا دلوقتي يا جماعة عايزين نتكلم بشكل بسيط الرياضة عشان نحسن الحالة النفسية بتاعتنا ومع الرياضة نشوف لو انت الاكل بتاعك منوع بنيدي حاجة اسمها الشيتوكال الشيتوكال بيتاخد قبل الاكل بربع ساعة بشكل بسيط قوي لازم مع الشيتوكال وانا بناخد نشرب كميات كبيرة جدا من المياه عشان ده هينزلنا الدهون في البول والبراز بتاعنا هيبقى بالضبط الدهون دي لو مش بنشرب معها كميات كبيرة من المياه فهدومش ليه فايدة يبقى شربوا كميات مياه كبيرة مع الشيتوكال علشان نسيح الدهون ممكن منكون نسيح الدهون لكن مش تنزل معنا في البول والبراز ممكن تنشف تاني وترجع مرة تانية الدهون بالضبط ديت يا جماعة عاملة بالضبط زي الزبدة الزبدة ديت لو حطتها على ناري لا يحصل هادسية طلعتها من نار وحطتها شوية في البرودة الا هيحصل هتنشف هترجع تاني زي ما كانت فاتت القيان بتاخد دواء بيعمل لنا بيسيح لنا الدهون جوه الجسد لكن مفيش كميات مياه كافية تنزل لنا الدهون ديت معنا في البول والبراز فتلقائيا هيحصل لنا بقى المشكلة الخطيرة هيحصل لنا المشكلة الخطيرة ان احنا ما بنستفيدش من الدواء اقول لك الدكتور الداني الدواء بتاعي بتاعه لكن ما عملش نتيجة معاي لا هيعمل نتيجة في حالة واحد نشرب كميات مياه كبيرة علشان الدهون بتاعتنا تنزل معنا في البول والبراز ايه على الاقل من 3 ل 4 لتر مياه يوميا لو هتاخد الدواء مش هتاخد الدواء خلاص ممكن بقى الرياضة ومع الحاجات التانية اللي احنا قلنا عليها من نظام الغذائي. لكن انت عايز تاخد حاجات وتجيب نتائج معاك سريعة ونتائج تكون مرضية بالنسبة لك وصحية مع الرياضة وتحسين الحالة النفسية المنظومة المتكاملة بتاعتنا هتبقى دافعة قوية جدا لان احنا ننزل بشكل سريع. يلا احنا كده قلنا اول حاجة. الشيتوكال بتاخد لو الاكل بتاعنا منوع بنأكل من كل حاجة وعندنا زيادة في الوزن بناخد الشيتوكال وبناخده قبل الاكل بربع ساعة. الحاجة التانية برضو ما نيجي نتكلم لو الاكل بتاع فيه دهون كتير يعني مسلا بي يعني هو طبيعة الاكل اللي هو بيأكل انا عادت معاه وعرفت ان هو اكتر اكل دهون. طب ده بتتعامل معاها زي بين الديول ومادة فعالة اسمها أورليستات. مادة الأورليستات هتمنع من امتصاص الدهون. وبالتالي ودي برضو نقدر نقول ان احنا بناخدها قبل الوجبة بنص ساعة على كوبايتين مية بنأكد على شرب كميات كبيرة جدا من المية ما ناخد الأورليستات. يبقى انا كده قلنا للشيتوكال في حالة الاكل المنوع قلنا في حالة ان هو لو بيأكل دهون اكتر هناخد المادة الفعالة اللي هي الأورليستات وديت موجودة في منتجات كتيرة جدا في الماركت زي الزينيكال وغيرها. ضغطة سريعة لو انت بس انا ولكن بتاخد اي ادوية سوى كان الشيتوكال او زينيكال حاجات دي الدهون بتاعتنا اللي موجودة دي الجسم دي برضو حاجة مفيدة. فهي ما بتنزل بتاخد معها الفيتامينات. فضروري واحنا بناخد مع الشيتوكال او زينيكال بناخد ملتي بايتا من معين. علشان نعوض الفيتامينات اللي بيتم فقدها مع الدهون. علشان ما يحصل لناش المشكلة اللي بتحصل مع اغلب الناس. اللي يقول لك يا دكتور انا بادوخ عندي ضربة قلبي سريعة. ان شاء عارف عندي مشكلة اا عندي رعشة في الايدي. لي ما هو عندنا? عندنا ناقص في 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 hostedبيتامينات او نتيجة نزول الدهون في الجسم. فلازم نعوضة في هيئة فيتامينات. اولا لو بياكل دهون اكتر بنيدوله لمادة الزينيكاء بنيدوله الاورليستات او اللي موجودة في الزينيكال. اه لو شخص بياكلل مدايات اكتر جلوكوزانول جلوكوزانول المادة دي مفيدة جدا هتمنع لنا من امتصاص الكربوهايدريت بس بنأكد بشكل مستمر بالنسبة للناس اللي هتاخدون يعانون الأوين اللي لازم ياخدوا معهم بالتفايتامين يفضل مع كل الأنواع تاخدوا بالتفايتامين علشان نمنع الآثار الجانبية من نقص الفيتامينات ان احنا ناخد الفيتامينات بشكل منتصم عن طريق مكمل معين بعد ما ترجع للدكتور بتاعك يبا احنا كده عارفنا كل التفاصيل الخاصة لو انت بتاكل ديون اكتر هتاخد ايه لو انت بتاكل نشوات اكتر هتاخد ايه لو انت اكلك منوع هتاخد ايه يبا احنا كده عارفنا كده الأدواء اللي ناخدها مع كل الناس ديت نقدر ناخد حبوب باسمها البران حبوب البران ديت ممكن ناخد منها حبيتين قبل كل وجبة بس مع الزباردو بنأكد مع شرب كميات كبيرة جدا من الماي حاجاتة يا جماعة لو مشوتوا عليها مع نظام جزائي سليم مع شوية رياضة والله لا تلاقوا على الاقل كده في الشعر مالها قلي من 10-15 كيلو ونزول صحي بس عشان فيه رياضة وفيه نظام غذائي وفيه دواء وفيه حالة نفسية كويسة تلقايا هنلاقى فيه نزول بشكل سريع ناخد اي دواء من الادواء ديت ناخد معامل طفيتامن عشان نقلل من اثار الجانبية لنقص الفيتامينات نتيجة نزول الدهون معنا في البول والبراز شكرا لكم كان معاكم دكتور احمد عطياد لشان دمتم بصحة وعافية شكرا لكم